السلام عليكم اليوم راح نحل مراجعة الفصل الفصل السابع واللي هو القياس صفحة 122 و 123 راح نكمل اليوم الحل الحل بسيط ومجموعة اسئلة انطانيها انحلها واني حللها حتى بس نضحها هنا انطاني مثال احوط اشهر فصل الصيف هاي اول درس الاول اشهر السنة الميلادية انطاني مثال احوط اشهر فصل الصيف واللي احنا اخذناه حزيران وتموز يقول احوط اشهر فصل الشتاء شين يا فصل الشتاء كانون الثاني وشباط وكانون الاول اللي هو شهر الاثنعش وشهر الواحد وشهر الثاني السؤال رقم اثنين درس الثاني الوقت بربع ساعة راح ينطيني مجموعة بطيني ساعات مثل ما موجودة هنا اربعة وخمسة واربعين وهنا وحدة وخمسناعش دقيقة وحدة وربع هنا راح نكتب الحل احنا راح نحل ونكون اقرب الصغير على الاربع واقرب الشبير على التسعة يعني ساعة ثلاثة الا ربع يعني خمسة واربع يعني عفوا اربعة الا ربع يعني ساعة ثلاثة وخمسة واربعين دقيقة شوفوها مضبوط اربعة الا ربع يعني نقول عليها ثلاثة وخمسة واربعين دقيقة مشهول منها ربع ساعة من الاربعة مشهول منها ربع ساعة فهذا قلنا ثلاثة وخمسة واربعين دقيقة. هنجي هنا اقراب الصغير على الستة واقراب تشبير على تاريخ نقولها ساعة السادسة وخمسة عشرة دقيقة يعني ستة وربع. راح نكمل هنا. يقول رقم ثلاثة. قياس الطول بالسانتي متر. استعمل قياق مصطرة هنا طاني حل مثال. وهنا راح نحل احنا بشرة التدريب. التدريب بيقول استعمل المصطرة لقيس طول المفك بالسانتي متر. احنا قلنا السانتي متر واحدة اصغر من المتر. والمتر يساوي ميت سانتي متر. راح نجي نكمل. هنا اشقط طولة. خنقرب الصورة هنا. نهاية هذا المفك. 16 فكتبت هنا 16 سانتي متر. 16 سانتي متر. نجي هنا اطول هذا المفك. لا خلي هو اطول منه. دقيسة بالمصطرة اشقط. مباوع هنا. طولة 22 سانتي متر. فراح اكتب هنا 22 سانتي متر. هذا حل رقم ثلاثة. تحول على الدرس الثالف ايضا. قياس الكتلة بالغرام. ها هنا بالسانتي متر وهنا بالغرام. قياس الكتلة بالغرام. احوط التقدير الانسب للكتلة. مثال. احوط التقدير الانسب للكتلة. منطني هنا مثال. وزن القطاطة ووزن الموزة. هنا راح نتحول. طاني هاي المساحة. اقدرها. اقدرها تساطع عشر غرام. منطني هاي بسكويت او همبرغا ومع فى شنه هي. شنه هي هاي. فحنقدرها اربعين غرام. وحنتحول على اختبار الفصل اللي هو صفحة مية واربعة وعشرين. اختبار الفصل صفحة مية واربعة وعشرين. ولون الاشهر الذي فيه واحد ثلاثين يوم. يعني يا شهر واحد وثلاثين يوم ايامه. اللي هو كانون الثاني. آذار. تشرين الاول. تموز. آب. كانون الاول. ليجي يقول احوط اشهر فصل الرابع. شنه هي فصل الرابع? شنه فصل الرابع اشهرها? اللي هو آذار. نيسان. ايار. اللي هو شهر الثالث والرابع والخامس. يسموها اشهر فصل الرابع. آخر شهر في السنة هو. شنه هو آخر شهر? هو شهر الاصنعش اللي هو كانون الاول. ولدت في شهر. اي شهر تحبون? انتو يا شهر جيتو بي للدنيا. خليل نقول ولدت في شهر مثلا ايلول. اللي هو شهر الخامس. اللي هو شهر الخامس. اول شهر في فصل الشتاء هو. شنه يا اول. يا شهر في فصل الشتاء? اللي هو هم شهر الاصنعش كانوني الاول يبدي فصل الشتاء. رحاجة اتحول على الاسئلة اللي بعدها. رقم ستة يقول اكتب الساعة. هنا عقرب الاصغير على الستة وعقرب التجبير على ثلاثة. كتبنا الساعة السادسة وخمسة عشر دقيقة. وهنا يا عشد الصغير على العشرة والتجبير على التسعة. رح نقول الساعة التاسعة وخمسة واربعون دقيقة. رح نجي نقول هنا. اقرب الصغير على الثنتين على الثنين. واقرب الشبير على الستة. رح نقول الساعة الثانية وثلاثونة دقيقة. هنا رح نجي نقول اقرب الصغير على الثنين واقرب الشبير على الثانية. رح نقول ساعة ثنتين وخمسة عشر دقيقة. رح اتحول على الفؤال اللي بعده. استعمل بالمصدر اللي قيس الطول بالسنتيمتر انا عندي دفتر وقيس بالمصدر خلي اخر شي هاي حافة الكتاب اللي هي هاي 26 سنتيمتر نباو 26 سنتيمتر هذا البلايس موجود هنا اشق الطولة 17 سنتيمتر هاي السبعة عشر كتبناها هاي الفرشات مصدر اشق الطولة اشق الطولة اشق الطولة اشق الطولة اشق الطولة هاي اهي 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 ارباطعش سنتيمتر ما بين الارباطعش والخمسطة عشر هنقول ارباطعش احواط التقديري انسب للكتلة هاي قلم اشق دي الكتلة ماتة 9 غرامات هاي الفليف لم نقول عليها 30 غرام هاي المعلقة هنقول عليها 200 غرام هاي القبعة رح تكون 65 غرام حلينا هاي اسئلة اختبار الفصل وحلينا مراجعة الفصل ايضاً هاي الاسئلة حيل بسيطة ويا ربي موفقية للجميع فواجبكم هي كتابة 122 وكتابة 123 وان شاء الله للدرس الجاي رح تكتبون صفحة 124 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة